اشتركوا في القناة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومعالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس ورئيسي مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية ومئات المشاركين من المراكز والحلقات القرآنية والقراء والجمهور وخلال الحفل تفضل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإلقاء كلمة بهذه المناسبة رفع فيها أسماءات التهاني والتبركات لجلالة الملك المفدى والاسمو للعهد رئيس مجلس الوزراء وشعب البحرين الكريم وللأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة شهر رمضان المبارك والعشر الأواخر التي فيها ليلة القدر المباركة معربا مع لي عن جزيل الشكر والتقدير والعرفان لعاهل البلاد المفدى على تفضله برعاية هذه الجائزة المباركة والذي يعكس ما يليه جلالته من حرص ودعم ورعاية لكتاب الله العزيز وللأنشطة والفعاليات والبرامج والمسابقات المرتبطة به بعد ذلك جرى تكريم الجهات الشركة ثم منحت جوائز المسابقات السابع بفروعها المختلفة لستة وتسعين متسابقا حصدوا المراكز الأولى كما منحت الجوائز الفردية لثلاثة متسابقين حصدوا جائزتي أكبر متسابق وأصغر متسابق وجائزة مزمار داود إلى جانب إعلان الفائزين بجائزة أسرى في ظلال القرآن وجائزتي أفضل مركز تحفيظ المشارك وأفضل مسابقة قرآنية محلية معتمدة وأن تلك الرعاية الملكية الكريمة لهذه الجائزة ما يوجه إليه جلالته دوما من ضرورة الاهتمام بالقرآن الكريم وترسيق قيمه السامية في النفوش وما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملك ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام ومتابعة هو ما عزز من دور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة المصحف الشريف ودعم مراكز تعليمه ورعاية قراءه وحفظته والاهتمام بالفعاليات المتعلقة به فالقرآن الكريم هو معجزة الأمة معجزة الأمة الخالدة ونبعها الصافي وكتاب ربها إليها يهدي إلى الحق ويدل على الهدى ويدعو إلى التقوى ويحض على البر والإحسان والمعروف ويجمع الخير والفضائل وإننا لن نعتز بما أنجز من منجزات دينية وطنية في هذا المجال وأهمها طباعة مصحف البحرين وتسجيل الختمات الصوتية ثلاثة من قراءنا البحرينيين وهم من من تخرج من هذه الجائزة الطيبة إلى جانب ما تشهده الحركة القرآنية منتطور وازدهار ولله الحمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر